مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم وبرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب نقول في المثل العربي لبس البوصة تبقى عروسة فهل يمكن أن ينطبق هذا على الإسلام؟ هل كل محاولات التجميل التي يقوم بها الدعاة المسلمين من تقديم الإسلام على أنه دين كيوت دين رحمة دين سلام دين مفهوش عنف وأنه إحنا في كتابنا المؤدس بنجد العنف والكتاب المؤدس لا ينادي بالرحمة كتاب المؤدس كتاب ينادي بالعنف وبالقتل هل تنفع هذه المحاولات في تجميل الإسلام؟ أم أن أي إنسان عاقل إذا نظر إلى النص وإذا نظر إلى تطبيقه على مدار التاريخ؟ هيكتشف عكس ذلك ويكتشف أنه كلما حل الإسلام وتطبيق الإسلام في بلد من البلاد كلما حل الخراب والدمار في هذه الحلقة سوف أحاول أن أجيب على شبهة وجهها الدكتور منقز إلى الكتاب المؤدس وزي ما إحنا عارفين أن الدكتور منقز شاطر وغيره في أنه ياخد عبارة بعيدا عن قارنتها ويقدمها على أنها هكذا يقول الرب هكذا يقول الرب عش كده عنوان حلقة اليوم هو هل أمر الرب شعبه أن يضربوا بالصخرة أطفال أعدائهم هل نجد هذا الأمر الإلهي موجود في الكتاب المؤدس كما يقدمه الدكتور منقز الدكتور منقز بيقول لنا أن الإسلام ليس كالمسيحية هو بيقول حقيقة الإسلام لا يعرف الغفران ولا يعرف مبدأ المسامح ولا يعرف مبدأ من ضربك على خدك فحول له الآخر أيضا فالإسلام ينادي بالانتقام وبالعنف عش كده الفيديو اللي هنتفرج عليه الأولاني ده في هذا الكلام هذا ليس كلامي ده كلام الدكتور منقز وهو بيفتخر بهذا وبيعتبر أن هذا يعني مصدر قوة مصدر قوة عند المسلمين نسمع الفيديو ونرجع نعلق عليه بداية إذا كانت المسيحية تقول من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر فالإسلام لا يقول كذلك كويس حلو طبعا الإسلام لا يقول هذا الإسلام أنا متفق معك بي في المية أن الإسلام لا يقول من ضربك على خدك فحول له الآخر يقول بقى الإسلام نعم بكل فخر واعتزاز الإسلام لا يأمرنا بهذا ولا يقبل هذا منا الإسلام يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها يعني أنا لو أساءت للدكتور منقز يبقى لازم الدكتور منقز يسيء إلي بنفس السيئة وهكذا يستمر الدم والعنف ويستمر الصراع مبين البشر كم فمن عفى وأصلح فأجره على الله لذلك لا يأمرنا الله عز وجل أن نتلقى الضربة على خدنا الأيمن ونقول الضارب ألف شكر كمان وحدة على الشمال أبدا أبدا ليس في الإسلام شيء من هذا أشكرك فعلا ليس في الإسلام شيء من هذا ولا يعرف الإسلام شيئا عن هذا فهذه تعليم سماوية وليست تعليم أرضية لأجل هذا الإسلام لا يعرف شيئا عن هذا لكن دكتور منقز عشان يبرر الموقف الإسلامي ويبرر أيضا العنف في الإسلام قال لك إحنا ننظر إلى الكفار على ثلاث مراتب الكفار بيقسم هو الكفار بمزاجه بيقسم الكفار على ثلاث أقسام وبيتعامل مع كل قسم كويس بمعاملات مختلفة عن القسم الآخر فنشوف الفيديو رقم اتنين لأنه في كذا نقطة حابب أعلق عليهم قبل ما ندخل إلى موضوع الحلقة بس أنا بحابب أنه نتكلم عن النقطتين دول قبل ما ندخل إلى موضوع الحلقة والشبهة بتاعة الدكتور منقز نسمع الكفار بحسب شريعة الإسلام على ثلاثة مراتب المرتبة الأولى هم المقاتلون الحربيون المحاربون فهؤلاء بكل فخر الإسلام علمنا أن نقاتلهم وأن لا نقبل أدعوه أنا عندي سؤال هنا المقاتلون المحاربين أو المحاربون دول اللي بيهجموا عليك ولا اللي أنت اللي بتهجم عليهم لأن أنا أعرف أن أنتوا الآن لا تهجمون على البلاد لأنكم في موقف الضعف أنتم مستضعفون لكن عندما يقوى الإسلام الإسلام هو الذي يبادر بالعنف ويغزو البلاد ويدمر البلاد ويخضع البلاد الآمنة بالعنف لتكون مسلمة هل ده اللي حصل هل السبع وعشرين غزوة بتاعة رسول الإسلام كانت دفاعا عن النفس هل غزوات المسلمين الأوائل واحتلالهم للبلاد الآمنة من الشام لشمال أفريقيا لمصر للأندلس هل ده كان جيوش جايات حربكم وإنتم دفعتم عن أرضكم ولا أنتم اللي رحتوا لعشان تهجموا البلاد الآمنة كمل النوع الثاني أيوة المستأمنون المعاهدون هؤلاء هم في الأصل محاربون لكنهم دخلوا إلى ديارنا فين الديار دي سواني أنهي ديار يعني خلينا طبق ده على مصر عشان أبقى فاهم أنا مصري دخلوا إلى ديارنا أنا كمصري ابطي فرعوني أصلي كويس عشت في مصر طول عمري ومصر بلد مسيحية كانت قبل الإسلام وهل لما أنتم دخلتم أنتم عشتوا معنا ولحنا اللي عشت معاكم يعني 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 مين اللي جيه على التاني فين ديار المسلمين ده ديار المسلمين التي اختصبوها وحطوا خمسمائة خط تحت الديار التي اختصبها المسلمين وأكبرتم الناس يا إما الأتل يا إما يدخلوا في معاهدات يا إما يدفعوا الجزية يا إما الأتل يا إما يدخلوا في معاهدة يا إما أو الإسلام يا إما الأتل يا الإسلام يتدفعوا الجزية وهم صاغرون فين دين الرحمة ده حضرتك بتكلم مع مين كل المشاهدين اللي بيسمعوك يعرفوا أن الكلام اللي انت بتقوله مجرد كلام نظري لكن كلام ليس عملي ولم يكن كلاما صحيحا على الإطلاق واحد اختصب أردي ودخل وفرض نفسه وأنا صاحب الأرض صرت صرت مواطن من درجة تانية كم ديارنا 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 دياره دياره ديارك مفروض أن أنت مكنتش خركت ببراه هذي الديار ديارك الجزيرة العربية ديارك حيث الناقة وبول البعير وبس ديارنا بعهد بميثاق فهؤلاء لا يجوز قتالهم ولا يجوز قتلهم وسنرى أحكامهم بعد قليل النوع الثالث هم أهل الذمة هم المواطنون في بلادنا من غير المسلمين أيها ودول بقى إيه دول المواطنين الشرفاء الذين تمسكوا بإيمانهم رغم كل ظروف اللي صاروا أهل الذمة مواطن درجة ثالثة ولا ربعة والمعتدي الغازي المختصب صار هو صاحب الأرض طيب يا دكتور منقذ عندي سؤال عندي سؤال وأنت بتتكلم على أن الإسلام يعني دين رحمة بيتعامل مع مع الكفار برحمة وبعناية يعني غير عناية غير عادية هل الغزوات رسول الإسلام كان فيها رحمة هل الغزوات الأم بيها كان فيها رحمة هل أتلوا لليهود كان فيها رحمة هل أخذوا للسبايا كان فيها رحمة ستظل واحدة من هؤلاء السبايا وصمت عار في التاريخ الإسلامي وهي صفية عاش كده أنا عندي فيديوهين يا دكتور منقذ هسمعهم لك علشان يريد تعمل لنا حلقة وتوضح لنا فيها وتبرر فيها ما الذي حدث كلامي اللي هقول اللي هتسمعه ده مش كلامي ده كلام موجود ومعروف وأي واحد قارئ وفاهم وبيشغل مخه بيقدر يكتشف إيه الصح وإيه الغلط خلنشوف الفيديو رقم ثلاثة ونرجع قتل النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر في غزوة خيبر وقتلهم وبعدين قتل زوج صفية بنت حيي وأبوها كان قتل قبل ذلك في قريضة وقتل زوجها في زوج صفية وقتل كذلك ابن عمها يعني أتل الرجل يعني ما أسرش ما أسرش في حاجة بصراحة أتل أبوها أتل جزها أتل ابن عمها أتل ما تبقى من العيلة أوكي ما أسرش مجموعة كده من الناس قتلهم يعني اتخذت السيدة صفية في وسط الأسرة وهي بنت حلاية بن أخطب يعني بنت زعيم قوم أو بنت سيد قوم ولما نقول النبي عرس بها قبل أن يصل إلى المدينة هالمعنى ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع أن يصبر حتى يعود إلى المدينة عرس بها يعني دخل بها لأن تأجير قد يغير في القلب واحدة أبوها ميت وجزها تأتل وابن عمها تأتل وكل القبيلة بتاعتها تأتلت واتغدت هي واختها كسبايا أو بنت عمها كسبايا كويس ودخل عليها إمتى وهو ماشي في الطريق وهو راجع بيها لأن التأجير قد يغير في الأمر وقد يغير في النفس قال لك أنه خلوا نبالكم أنه تتذكر قال لك هو دخل عليها علشان التأجيل قد يغير في النفس يعني ممكن موقفها يتغير فلا لا يعني نسمع بقي غير في النفس إذن يعني النبي محمد قتل زوجة صفية وقتل والد صفية وذبح قوم صفية وشرد أهلها وسلب ممتلكاتهم ثم يأتي وتزوجها في نفس اليوم تزوجها في نفس اليوم بعد أن فعل كل ذلك تزوجها في نفس اليوم ويأتي المسلم بكل بلاها ليقول بأنها أحبت النبي حبا جما أين المنطق في ذلك هل يوجد امرأة عاقلة في هذا العالم ممكن أن تقع في حب قاتل والدها وزوجها وذابح قومها والذي سلب ممتلكاتهم وأراضيهم وهي كانت سيدة ذات نفوذ وجاه كيف يمكن أن تقع في حب محمد وتتزوجه في نفس اليوم طبعا دي طعمة كبرى دي طعمة كبرى لكن الرد الإسلامي طبعا أصله هي حبة الرسول يعني زي ما بيقول أخونا دا إنه كيف العاقل إنه يقبل دوا وحدة أبوها تأتل وجزها تأتل وقومها تأتلوا قبيلتها كلها تأتلت وتشردت وحبت قاتل ومدمر القبيلة في نفس اليوم دكتور وسيم يوسف عنده فيديو أنا بسميه يعني تفسير مضحك بصراحة يعني تبرير تبرير لهذه الرواية كويس فنشوف الدكتور وسيم يوسف أبعبش كلام دا بيتحكوا بيه على الناس إزاي يعني للأسف هناك إذا عندما ينتشر الجهل تنتشر مثل هذه الروايات والقصص نسمع الدكتور وسيم يوسف هل بإمكانك يا دكتور أن تروي لنا رصة صفية رضي الله تعالى رضي الله تعالى هنا زواج عن النبي صلى الله عليه وسلم صفية صفية كانت متزوجة من رجل يهودي يوم من الأيام اسمع اسمع قصة اسمع وانتبه يوم الأيام استيقظت صفية فذهبت لزوجها وكان يهودي وكان من كبار اليهود قالت رأيت فيما يرى النائم أني أنظر للسماء أشوف السماء فسقط قمر توقع في حجري وقع في حضنه فقام زوجها وصفعها ضربها ضربها صفعها على وجهها وقال لا هل تطمعين بملك العرب كان زوجها يحسن تعبير المنام قال هل تطمعين بملك العرب فلما النبي بعد ذلك حصل ما حصل من غزوة فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ودخل على صفية وجد علامة أصابع حين وجد علامة صفع على وجه أول مرة أعرف علامة الأصابع لو ضربت واحد بالألم بتوعد شهور أو سنين يعني كأنه حرق مثلا على وجهها كم نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجها ودخل على صفية وجد علامة أصابع حين وجد علامة صفع على وجه هنا قال ما هذا يا صفية فأخبرته القصة هذه قصة صفية طبعا واللي قاعدين بيسمعوا أو اللي بيسمعوا لا ما عندناش غير تكبير تكبير يعني يعني يا شوف المعجزة أنه واحدة متجوزة وجوزها سيد القوم ورأيت حلم وعلى طول جوزها خلو بالك جوزها على طول فسر الحلم بتاعها أنه النجم دوان أو الأمر اللي وقع في حجرها ده ملك العرب شر البليتي ما يضحق شر البليتي ما يضحق طيب عشان دكتور منكز ما يقولناش إن احنا بنتهرب من الإجابة على سؤاله نرجع لموضوع الحلقة قويس هل أمر الرب شعبه بأن يمسك الأطفال ويضرب بهم الصخرة قويس ده دي شبح الشبهة دي موجودة في مزمور 137 وفي عدد 9 خليني أقرى من عدد 7 وبعدين هقرى كمان المزمور كله علشان يبقى قدامنا القرينة كلها واضحة بيقول أذكر يا رب لبني أدوم يوم أرشاليم القائلين بني أدوم مفروض أدوم ده ده عيسو أخو يعقوب ومنه خرج بني أدوم فمن حيث العلاقة يعني هناك علاقة عائلية المفروض تكون ما بين أدوم وما بين يعقوب إلا أنه أدوم تعامل مع الأعداء بابل وسلم أخوه نسل يعقوب للبابليين فبيقول أذكر يا رب لبني أدوم يوم أرشاليم القائلين هدوا هدوا حتى إلى أساسها يعني ضمروا المدينة ضمروها حتى تصلوا إلى أساسها يا بنت بابل المخزية بواجه كلامه لبابل توبى لمن يجازيكي جزاؤكي الذي جازيتنا توبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة خلونا بقى نشوف الدكتور منقز بيقول إيه على الجزء ده نسمعه علشان يعني نديله فرصة يعبر عن نفسه يا بنت بابل المخربة طوبى لمن يجازيكي جزاءكي الذي جازيتنا أرأيت؟ في كتاب في كتاب مقدس يقول طوبى لمن يقتل فيه هي كتاب يؤمر بقتل الناس بقتل النساء والأطفال طوبى لمن يمسك أطفالكي ويضرب بهم الصخرة طوبى لمن يجازيكي جزاءكي الذي جازيتنا طوبى لمن يمسك أطفالكي ويضرب بهم الصخرة مش يضرب الصخرة بهم لا يضربهم هم بالصخرة عمف عمف كبير شفته يقول لكم هل فيه كتاب مقدس بيؤمر بيؤمر بأن تمسك الأطفال ويضرب بهم الصخرة هو لا لا أرى القرينة ولا قال من القائل ولا ولا إيه موضوع مجازات بابل على شرها ولا أي حاجة هو هو بالزبط يريد أن يشوه الكتاب المعدس ما عندهش غير الغرض دف حياته ما عندهش غيره وهو لا يعلم جيدا أن الكتاب المعدس يحتوي على كلمات كثيرة كثيرة لم يقلها الرب لكنها كلمات صادقة قيلت مش بنقول أنها مش صادقة لا والروح الكدس أراد أن تسجل لنا هذه الكلمات من ضمن ما يحتويه الكتاب كلام الشيطان عندما قالت الحية لحوة أحقا قال الله هل الكلام اللي قالته الحية ده كان كلام صح لا لكن هل هو حقيقة حصلت أيوة والكتاب المعدس سجلها لنا أيوة سجل لنا الكتاب المعدس أيضا مشاعر الناس في الحزن والفرح في الاكتئاب واليأس في الضيق وفي الرحب يعني هل هل الكلام اللي قاله داود يا ربي لماذا تنساني كل النسيان هل ده حقيقة لهوتية لا مش حقيقة لهوتية لكن هل ده تعبير صادق شعر بي داود أيوة تعبير صادق شعر بي داود وروح القدس أراد أن يكتب لنا ليقول لنا أنه الإنسان بيمر في أوقات كثيرة بفترات مثل هذه يشعر أن الله ليس بقريب منه الدكتور منقص ما عندوش هذا ما يقدمش أبدا حاجة زي كده خالص لا هو على طول ياخد الآية ويقول لك هو الكتاب المقدس يأمر بأن يمسك الأطفال ويدرب بهم الصخرة اللي بعمله الدكتور منقص دا اسمه تدليس كذب دحك على الناس القرينة عشان أحطها قدام حضراتكم كلها وأكلم عنها بالتفصيل أحط كل مزمور قدام حضراتكم مزمور 137 مزمور 137 مزمور كتب المسبيين الذين سباهم نبو خزناصر كويس بعد أن قتل أقاربهم وأهلهم وشعبهم ودمر المدينة أخذهم إلى السبي إلى بابل فالمسبيين هناك بيعبروا عن حزنهم وفي نفس الوقت بيطلب ربنا بأنه ينتقم لأنه ما يفعله الإنسان إياه يحصد أيضا والله بيجاز الإنسان بالزبط زي ما عمل الإنسان كما فعلت يفعل بك ده مبدأ إلهي فهنا المسبيين بيقولوا على أنهار بابل هناك جلسنا بكينا أيضا عندما تذكرنا سهيون سهيون دي لم تكن مدينة اللي تربوا فيها وعاشوا فيها بس لا دي سهيون دي كل حياتهم دي مدينة الملك العظيم حيث كان هيكل الرب حيث كانت الزبائح مش زي ما الواحد بيهاجر مثلا من القاهرة الأمريكا أو بيهاجر من الإمارات للكندا لا 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 دي أكبر من كده أكبر من أن يتخيل الإنسان بعده عن عن مدينته دي كل حاجة بالنسبة له على أنهار بابل هناك جلسنا بكينا أيضا عندما تذكرنا سهيون على فسف صاف في وسطها علقنا أعوادنا لأن هناك سألنا الذين سابونا ناس اللي سابونا وجعلونا ليهم عبيدا قالولنا قالولنا سابونا كلاما ترنيمة رنمولنا قلولنا كلام اللي أنت كنتوا بتغنوه وأنتوا في أرشاليم ومعذبونا سألونا فرحا قالين رنموا لنا من ترنيمات سهيون كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة إزاي إن نسيتك يا أرشاليم تنسى يميني ليلتسك لساني بحنكي إن لم أذكرك إن لم أفضل أفضل أرشاليم على أعظم فرحي إنه سبب بعدنا عن أرشاليم سبب حزن ويأس وسبب أيضا حزننا هو خراب أرشاليم ودمار أرشاليم شكده يقول يا رب أذكر كقاضي كقاضي عادل هنا كأنه يقف أمام الإله الديان ويقول له يا رب أذكر لبني أدوم يوم أرشاليم القائلين هدوا هدوا حتى إلى أساسها اذكر هؤلاء وأيضا نجد هذا واضح جدا في سفر عبيديا سفر عبيديا يعتبر أصغر سفر في العهد القديم هو عبارة عن أصحاح واحد يقول كده هو نبوة عن أدوم نبوة عن أدوم يقول فيها الرب في عدد خمستاشر فإنه قريب يوم الرب على كل الأمم كما فعلت الرب بيقول لا أدوم كما فعلت يفعل بك عملك يرتد على رأسك لأنه كما شربتم على جبل قدس يشرب جميع الأمم دائما يشربون ويجرعون ويكونون كأنهم لم يكونوا كما فعلت يفعل بك عملك يرتد على رأسك ده الرب اللي بيقول كده هذا هو المبدأ الإلهي أنه كما فعل الإنسان من شر هناك أيضا هتكون مجازات بنفس المقدار لهذا الشر فهنا يقول الشعب المتألم يا رب أذكر لبني أدوم يوم أرشليم أذكر هؤلاء الذين فرحوا بضمارها طب وبعدين يا بنت بابل المخربة توب لمن يجازيك جزائك الذي جازيتنا يجازيك جزائك الذي جازيتنا يعني يفعل كما فعلتي وماذا فعلت بابل مسكت أطفال أرشليم وضربت بهم الحجر عشان كده يقول توبة يمكن ترجمة توبة مش دقيقة أول لكن الترجمة صحيحة يعني يعني محق من محق من يمسك أولادك ويدرب بهم السخرة لأن الرب يجازيك على فعلك التي فعلتيه طيب دكتور منكز طبعا ما بيتكلمش عن موضوع دي خالص ولا يقول عنها أي حاجة كويس وهنا زي ما أنا هو أضح ما لا يعرف الدكتور منكز عن مزمور 137 يعتبر هذا المزمور كما ذكرت لحضراتكم هو مزمور مراثي من المراثي لمنت حزن رثاء هو رثاء رثاء الشعب يرثي وليه رب حتى هذا المزمور حتى هذا المزمور لكي يعلن أن كيف أن السب قد تسبب في ألام الشعب كثيرا السبي كان مر فهي صرخة شعب قد تم سبيه على يد نبو خزنصر سنة 586 قبل الملاد هؤلاء الذين صاروا بعد أن حرقت مدينتهم ودمر هيكل الرب وقتلت نساءهم وضربت أطفالهم بالصخر صاروا عراية مقيدين بالسلاسل حتى وصلوا إلى بابل من أرشليم لبابل أكتر من 700 ميل يعني أنت بتكلم على 1100 و1200 كيلو متر صاروا هؤلاء المسبيين الذين سباهم نبو خزنصر بعد أن قتل عائلتهم ودمر مدينتهم وضرب أطفالهم بالصخر صار بهم عراية مقيدين بالسلاسل إلى بابل هو سؤال هؤلاء كان دايما أين الرب فين الرب اللي احنا المتكلم هنا ليس الرب المتكلم هنا ليس الرب يا دكتور منقذ مش هو الرب وليس هناك أمر إلهي أمر إلهي بأن يمسك شعب إسرائيل أطفال بابل ويدرب بهم الصخرة كفاية كذب لا يطلب هنا المتكلم انتقاما شخصيا إنه يطلب العدالة الإلهية العدالة الإلهية يمكن إحنا ما جربناش مشاعر هؤلاء لكن ما هي أكتر حاجة ممكن تعز الإنسان المتألم المظلوم أكتر من العدالة الإلهية ومجازات الله للشر وانتقام الله من الشرير ده طبيعي أن تجاز بابل بنفس المستوى والطريقة التي تعاملت بها مع شعب إسرائيل وده على فكرة دكتور مونكس موجود في العهد القديم موجود في العهد الجديد وأنا هوضح لحضرتك دوا نبوات كثيرة تكلمت عن دينون بابل نبوات كثيرة ذكرت لنا أن الله سيعاقب بابل بسبب الشر الذي صنعته بابل والمسبيين المتألمين الموجودين في بابل يعلمون جيدا أن الله قد تحدث عن دينونة بابل من أجل شرها وكل اللي بيعملوه أنهم بيطلبوا من الرب أن ينفذ عدلاته الإلهية مش هم اللي هيروحوا ينتقموا لكن دي العدالة الإلهية أن تتم عش كده لما نقرأ يا دكتور منكز في نبوة إشعياء في أصحاح عشرة وأنا هصدمك ببعض الأشياء اللي هذكرها في هذه النصوص لما يقول ويل لأشور قضيب غضبي والعصى في يدهم هي سختي على أمة منافقة أرسله وعلى شعب سختي أوصيه ليغتنم غنيمة وينهب نهبا ويجعلهم مدوسين قطين الأزقة أما هو فلا يفتكر هكذا ولا يحسب قلبه هكذا بل في قلبه أن يبيد في قلب أشور بابل أن يبيد ويقرد أمما ليست بقليلة فإنه يقول أليست رؤسائي جميعا ملوكا أليست كلنو مثل كاركميش أليست حمات مثل أرفاد أليست السامرة مثل دمشك يعني أنها عامل كل هؤلاء الملوك المستصغرين وأدمرهم تدميرا ده ملك بابل ملك بابل يقول كما أصابت يدي بملك الأوثان وأصنامها المنحوطة هي أكثر من التي لأرشاليم وللسامرة أفليس كما سنعط بالسامرة وبأوثانها أصنع بأرشاليم وأصنامها فيكون متى أكمل السيد كل عمله بجبل صهيان وبأرشاليم أني أعاقب ثمر عظمة قلب ملك أشور وفخ رفعة عينيه الملك المتكبر اللي داس الأمم المملكة المتجبرة اللي داست الأمم برجليها لكن لما يجي عنه بخصوص بابل بقى كلم عنها يقوله في عدد صحاح 13 من سفر أشعياء وحي من جهة بابل رأى أشعياء ابن عموس هو دا يوم الرب قادم يوم رب للدينونا لأن ربنا مش هيعدي الظلم وكل الظلم يا دكتور مون كذا عايز أقولك كل الظلم اللي مرت فيه الشعوب العالم العربي بسبب السطوة الإسلامية والعنف الإسلامي والإرهاب الإسلامي كل هذا العنف لن يمر على الله بدون عقب كل صرخة متألم كل صرخة مظلوم كل صرخة إنسان اتظلم بسبب الإرهاب الإسلامي لن يمر هذا بدون عقاب لأنه هذا يوم للرب هو هذا يوم الرب قادم قاسيا بسخط وحمو وحمو غضب ليجعل الأرض خرابا ويبيد منها قطاطها وأعاقب وأعاقب المسكونة على شرها والمنافقين على إثمهم وأبطل تعزم المستكبرين آه لما المسلم بيتمكن ولما الإسلام بيتمكن ويمتلق كبرياء وغطرسة ويفرد نفسه بالقوة ظلما على الآخرين يجبر ويدع أمام الإنسان اختيارات إما أن تسلم إما أن تقتل إما أن تدفع الجزية وتعيش صاغر النفس أبطل تعزم المستكبرين وأضع تجبر العتاء لذلك أزلزل السماوات وتتزعزع الأرض من مكانها في سخط رب الجنود وفي يوم حمو غضبه ويكون كظبي طريد وكغنم بلا من يجمعها يلتفون كل واحد إلى شعبه ويهربون كل واحد إلى أرضه كل من وجد يطعن وكل من إن حاشة يسقط بالسيف وتحطم ده بيكلم عن بابل ده هنا بقى الرب بيقول إنه هيجي وقت الرب هيدين بابل والرب هيدين أمّة لا ترحم يدين بها بابل هي مادة وفارس هيدين 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 أمّة لا تهتم بالفضة ولا بجمع الذهب لكن تهتم بالصحق والدينونة وعشا كده الرب هيجازي بابل بحسب ما بابل عملت في إسرائيل عشا كده يقول لهم أي يقول لهم كل من وجد يطعن وكل من إنحاشة يسقط بالسيف وتحطم أطفالهم أمام عيونهم وتنهى بيوتهم وتفضح نساءهم إذا ما هو كما فعلوا كما فعلوا هكذا ينبغي أن يفعل بهم كما فعلوا هكذا ينبغي أن يفعل بهم الله لا يشمخ عليه لأن كل ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا الدينونة الإلهية جاية وجاية على بابل وجات على بابل وأتكلم عنها بسأخذ الأول الأخ جورج ألو 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 مساء الخير مساء نور أهلا بيك أخ جورج كيفك دكتور أشرف أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بيك دكتور أشرف الكتاب المقدس مليء بالأسئلة الفلسفية مثلا في صفر الحكم لماذا تقف يا رب بعيدا صح في المزامير لماذا تنساني يا رب الكتاب المقدس نقل خطايا رجال الله حرفيا لا بينقص منها شيئا لكن بين هذه الأسئلة الفلسفية وهذه الخطايا ما موقف الرب منها هذا هو السؤال المسلم الذي لا يجيب عنه بأمانة الوحي ينقل كل ما جرى في العهد الأديم كان صالحا أم خاطئا لكن ما موقف الرب من الخطايا ما موقف الرب من هذه الأسئلة هذا هو الجواب هذا هو السؤال المهم ثم لماذا الدكتور منقز محسسني أن أن الإسلام هو المدافع الأول عن الطفولة الفتيات القصيرات اللي اليوم تزوجنا بسبب زواجه محمد من عاليشي مش بس أنهم يتجنيد الأطفال بالميليشيات الإسلامية إلا اليوم كله إلا اليوم والضحايا بالآلاف بالعشرات الآلاف من الأطفال المسلمين في الدول الإسلامية السعودية استمر بعد الإسلام حتى سنة 1964 That's a historical fact سمعني يا أخي جورج مش معي ففكرة المدافعة عن المرأة والمدافعة عن الطفل ده العالم الإسلامي ما يعرفش الحاجات دي ما يعرفهاش ده دي مبادئ حقوق الإنسان اللي حطاها المجتمع الغرب الكافر كويس لكن العالم الإسلامي ما يعرفهاش شوفوا العنف ضد الأطفال في الشوارع شوفوا العنف حتى ضد الحيوانات وشوفوا العنف ضد المرأة شكرا يا جورج شكرا لك ولأجل مدخلتك فهنا دكتور منقذ الرب هو بقى المتكلم هنا هناك المتكلم كان الشعب المتقلم اللي بيقول لربنا انت قلت انك هتجازيهم بحسب أعمالهم وكما فعلوا يفعل بهم إذا هو ربنا مش رحيم على أطفال وعلى النساء كيف اللي ربنا انه يقول الكلام ده وتحطم أطفالهم يقول يقول الكلام ده عن بابل انه انه هيقيم دولة جبارة تفعل ببابل هذه الأمور لأنهم كما فعلوا يفعل بهم يفعل بهم وعايز أقول لك حاجة كل الشر اللي بيتعمل في العالم الإسلامي كما يفعل العالم الإسلامي سيفعل به كل ظلم ضد الأقليات كل ظلم ضد الفلبينيات والأسيوين اللي بيشتغلوا عبيد في البيوت السعودية ضد التحرش الجنسي اللي موجود كل ظلم هيجي وقت إن لم يكن هناك توبة وتغيير حقيقي هيجي وقت والرب هينتقم أنا بقى بقول من على هذا المنبر إنه الرب إلهنا بينتقم هو قال كده للنقمة أنا أجازي يقول الرب هتقول لي أمال تعليم الرب يسوع من لطمك على خدك الأيمن فحاول له الأيصر أيضا لك آه كحق شخصي شخصي أنا أنا بترك كحق شخصي لكن كحق ربنا والظلم اللي شايفه ربنا هو مش بيسيبه ولا يتركه دون عقاب ودون ديننا أنا لا عنتقم لنفسي أنا أسامح أنا أقف ضد الشر وأخفر للشغير لكن حق الرب هو هياخده بطريقته بنشوف هنا في العهد القديم وده اللي أنا عايز أقوله لك دكتور منكز يعني يمكن حاجة جديدة لتتعلمها في العهد القديم علشان طول الزمن اللي بتكلم عنه العهد القديم فبنشوف ممالك بتقوم ورا ممالك وممالك بتقوم ورا ممالك لكن بنشوف الرب السيد الذي هو يدين الشغير على شره فبنرى لما نقرأ الكتاب مؤدس نرى وكأن الدينونة بنسميها إميننت يعني يعني في الوقت في الزمن في التاريخ يعني شفنا شفنا إيه مثلا أشهر عملت شر نجد أنه ماديو فارس تأتي بقوة أقوى من بابل وتدمر بابل على شرها بعد كده نجد ماديو فارس تستمر في الشر والإثم يقيم الرب أيضا اسكندر الأكبر فيحطم مملكة ماديو فارس هكذا نرى التاريخ فنرى كأن الله ينفذ الدينونة الإلهية في التاريخ لكن نيجي للعهد الجديد ونرى أن الدينونة موقودة وقائمة ولها وقت لكنها مؤجلة لكن بعد أكمل الجزء المهم ده أنه عن بابل كمان نقرأ دكتور منقز يقول الرب في أشعياء 13 ها أنا ذا أهيج عليهم المدين مملكة ماديو فارس كورش اللي تكلم عنه رب أنه مسيح الرب أي الذي سيتمم بينونة الله في بابل وسيرجع الشعب المسبي إلى أرضه أنا ده هايج عليهم المدين الذين لا يعتدون بالفضة مش اهتمامهم بفضة ولا يسرون بالذهب لا 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 ده دول شعب يعني مختلف فتحطم القصي الفتيان ولا يرحمون ثمرة البطن لا تشفق عيونهم على الأولاد وتصير باب البهاء الممالك وزينة فخر الكلدانيين كتقليب الله سدو معمور أن الله هيقلب بابل زي معلب سدو معمور ده إلهنا أنا أؤمن أن إلهنا إله عادل لا يترك الشغير ولا يترك الخطيئة دون عقاب وعايز أقولك حاجة دكتور منقص من ذلك الزمان وحتى اليوم لم تقم لبابل قائمة لم تقم لبابل قائمة من سنة خمسمية تسعة وتلاتين قبل الميلاد الليلة التي فيها سقطت بابل في أيدي كورش إلى يومنا هذا لم تقم قائمة لبابل رب حكم عليها زي ما حكم على مصر بسبب أيضا شرها وزي ما حكم على بلاد كثيرة هو وحده المتصلد في مملكة الناس يعز الملوكا ويقيم ملوكا هو ينفس قضاءه في الأرض وذا غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم بدون تفرق يا دكتور مونكس ناجي إلى نقطة أخرى يقولها أيضا في أرمية خمسين بيأكد نفس الحقيقة لأنه هنا ذا أوقز وأصعد على باب الجمهور شعوب عظيمة من أرض الشمال ماديو فارس جاءت من إيران من أرض الشمال فيصطفون عليها من هناك تأخذ نبالهم كبط المهلك لا يرجعوا فارغا وتكون أرض الكلدانيين غنيمة كل مغتنميها يشبعون يقول رب لأنكم قد فرحتم وشمتتم يا ناهي يا ناهي بي مراثي نهب مراث الرب أرض أرشالين وقفزتم كعجلة في الكلة وصهلتم كخيل تخز أمكم جدا تخجل التي ولدتكم ها آخرة الشعوب برية وأرض وناشفة وناشفة وقفر بسبب سخط الرب لا تسكن بل تصير خريبة بالتمام كل مار بباب ليتعجب ويصفر بسبب ضرباتها كافئوها نظير عملها كافئو مين باب على ايه نظير عملها بنفس المكيال بنفس المكيال افعلوا بها حسب كل ما فعلت لأنها بغت على الرب على قدوس اسرائيل لذلك يسكد شبانها في الشوارع وكل رجال حربها يهلكون في ذلك اليوم يقول رب وقد تم وقد تم ما الذي يرفع دينونة الله التوبة والرجوع عنها عن الخطيئة لكن شعب الذي يتكبر ويستمر في كبريائه ويرفض التوبة ويستمر في شره ويؤذي الآخرين ويدر الآخرين ويرهب الآخرين ايجي يوم وتتنفس فيه دينوني طلعه بلا رحمة بلا رحمة طيب احنا كمؤمنين بالكتال المؤدس بالرب يسوع نؤمن ان احنا لا ننتقم لانفسنا انا بتكلم كشخص انا لا اتحدث كبلد كل بلد عندها الحرية والحق ان تدافع عن ارضها وعن شعبها ده مبدأ معروف كويس فانا لا اتحدث عن بلاد اتحدث عني كشخص اتحدث عني انا كاشرف كفرد مؤمن الرب علمني ان اسامح واخفر كفرد لكن يمكن كرئيس دولة ما اقدرش اعمل كده لانه مسئولية الاولى هي حماية بلدي وحماية شعبي وده حق مشروع فالنقمة عندما نؤذى كاشخاص نعلم ان النقمة هي الرب وده اللي قاله كتاب قالين لا تنتقم لانفسكم ايها الاحباء بل اعطوا مكانا للغضب لانه مكتوب للنقمة انا اجازي يقول الرب رمي 12 19 فده لا يتعارض مع مع تحقيق الله للعدالة الالهية لان احنا كمؤمنين نؤمن ان الله المحب هو نفسه الله العادل فان كان الله بيتمهل هذه الايام فهو يتمهل لانه لا يريد ان الانسان الخاطئ يهلك او يهلك بل يعطي مجالا للتوبة وللرجوع عشان كده يا دكتور منقص صرخة المتألمين الذين قتلوا نجدها في سفر الرؤية وفي اصحاح ستة الذين قتلوا من اجل رب سواء بالسيف الاسلامي او بالسيف الروماني او باي سيف اخر لم يقول كده في سفر اصحاح ستة ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المسبح نفوس الذين قتلوا من اجل كلمة الرب ايه ده ودي رؤية جميلة جدا ومن اجل الشهادة التي كانت عندهم وصرخوا الذين قتلوا الذين تألموا الذين ظلموا بسبب ايمانهم بالرب يسوع يصرخون في السماء قائلين قائلين حتى متى ايها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الارض يا رب الى متى ستترك الاشرار في شرهم الى متى ستترك هؤلاء الطغاة في طغيهم واختصابهم الى متى ده سؤال وده سؤال سألوا المفديين الذين قتلوا من اجل الكلمة الله ومن اجل الشهادة الى متى لكن نجد استجابة الرب في سفر رؤية واصحاح 18 الله بيستجيب لصراخ المتألمين الذين يطالبونه بالعدل الالهي يقول كده ثم بعد هذا رأيت ملاكا اخر نازلا من السماء له سلطان عظيم واستنارت الارض من بهائه وسرخ بشدة بصوت عظيم قائلا سقطت سقطت باب العظيم وصارت مسكنا ليشياطين ومحرسا لكل روح نجس ومحرسا لكل طائر نجس ومنقوط لانه من خمر غضب زناها قد شرب جميع الامم وملوك الارض زنوا معها وتجار الارض استغنوا من وفرة نعيمها ثم سمعت صوتا آخر من السماء قائلا اخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في خطاياها ولألا تأخذوا من ضرباتها لأن خطاياها قد لحقت السماء وتذكر الله أثامها جازوها كما هي أيضا جازتكم وضاعفوا لها ضعفا نظير أعمالها في الكأس التي مزجت فيها امزجوا لها ضعفا يعني يعني الله عندما ينتقم هينتقم بالعدالة الإلهية بتاعته لن يترك أبدا قاتل دون أن يتحقق فيه العدالة الإلهية ولا ظالم يستمر في ظلمه وعش كده بجد يا دكتور منكس بها تشابهما بين صرخة المسبيين الذين استشهدوا أو صرخة المسبيين في مزمور 137 والذين استشهدوا في سفر الرؤية أصحاح 6 الاثنين تألموا وعذبوا على أيدي الأعداء الاثنين يطلبان تحقيق العدالة الإلهية الاثنين لم يطلب الانتقام لنفسهما الاثنين لم ينتهر هما الرب ويوبخهما من أجل طلبهما ده ظلم وقع عليهم لكن هل الرب أمرهم يروح يقتلوا يقتلوا الذين فعلوا هذه الأمور معهم لا هو عند الطريق وله الطرق التي بها يحقق عدالته الإلهية العدالة مطروكة في يده النقمة في يد الرب لكن المبدأ الإلهي هو إنه كما فعلت يفعل بك كما فعلت عملك يرتد على رأسك ده المبدأ الإلهي دكتور منقص الذي لا يتعارض مع كلام المسيح أحب أعدائكم باركوا لعنيكم وصلوا لأجل الذين يسئون عليكم لا تعرض أبدا معه لكن هناك عدالة إلهية وأنا دكتور منقص من على هذا المنبر بقولك اتقي الله لأن هناك عدالة إلهية إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون